خليني أبدأ قبل نحكي بكرت القدم والمباراة أقول ببساطة فيه شغلتين واضحات أولا مقولي شهيرة لا نامت أعين الجبناء وفعلا الجبناء هذور ما بيعيشوا يعني هالموسم ينكشف فيه اتنين ستين وساري مدربين ممكن يكونوا عباقرة على الورق في السوشيال ميديا 17 مثلث وكذا بس عندي الجد كرت القدم هم بش هاي كرت القدم تقريب تدير ناس توظف ناس تخليهم يلعبوا عشانك تخليهم يقاتلوا تخليهم يحترموا قميصهم مش زي اللي صار اليوم ساري عمل نفس الشي ستين عمل مثله بس طبعا نهايته كانت أسوأ بكثير بسبعية لو أنا رئيس برشلونة والله العظيم ما بيكمل الشوط الثاني يعني بغض النظر أصير مجنونة لا ويحتبروني زي بعض الرؤساء الأندي بس والله العظيم ما بيكملوا للشوط الثاني حرفيا هذا مش مدرب اللي صار اليوم فضيحة ولو رجع السريجة وجاب دور الأبطال اللي صار اليوم فضيحة وما بيختفي بسببها هذا الأول الثاني شفنا فريق هذا مش كرة قدم يعني أنا أول مرة بشوف فريق بهجم بثمانية وبدافع بـ 11 وراحين جايين وبتعبوش يقول الثاني بيجي بيضغطوا أكثر الثالث بيضغطوا أكثر حولهم يعني أنا والله العظيم أنه في لقطة من اللقطات في دقيقة 70 تقريبا أني عديتهم حسيتهم أكثر من 11 في لقطة يعني خلص خلصت المباراة وخمسة وصارت الدنيا أني عديتهم كم واحد شو هدول يعني جات شكت أنه أكثر من 11 يعني زي الأولاد صغار صرت هذا مش فريق هذا جيش صنعه فلك اللي بيستهل التحية واللي عمله 60 والله يعني فعلا زي ما هنعمل بساري من أن يلي لأنه ما طلع على ضوء نهار هو مدرب لازم يصير في 60 ترجمة نانسي قنقر